هناك فرصة أن مجارتنا درب التبان بأكملها تقع فيما يسمى الفراغ الفضائي إنها منطقة تحتوي على كمية قليلة نسبيا من المادة مقارنة بالزوايا الأخرى للكون المعروف وهي أقل كثافة بكثير مما هي عليه في أي مكان آخر في الكون وبعبارة أخرى قد نكون موجودين في فقاعة الهواء في الكعكة إذا كان هذا صحيحا فهذا يعني أننا أكثر وحدة مما كنا نعتقد في عالمنا تتحرك جميع المجارات باستمرار بعيدا عن بعضها البعض ومن أجل فهم مدى ابتعادها استخدم العلماء ما يسمى ثابت هابل لستر إنه مثل عداد السرعة ولكن للمجارات ومع ذلك هناك لغز كوني يسمى توتر هابل إنه يتحدى ما نعرفه عن توسع الكون اعتاد العلماء على اعتبار ثابت هابل لستر دليلا موثوقا به لكن ملاحظاتنا الأخيرة تشكك في هذه الموثوقية إن السرعات التي نراها في الحياة الواقعية لا تتطابق مع المسافات التي حسبناها وتوقعناها إنهم غير متأكدين من سبب عدم إضافة هذه القياسات تابع الباحثون تحركات المستعر الأعظم ورأوا أن الكون يبدو وكأنه يتوسع حولنا بشكل أسرع مما هو عليه بشكل عام كما لو أنه يتجنبنا بشكل نشط على وجه التحديد وبعد التفكير في ذلك بدأوا يفترضون أننا جميعا قد نعيش في فراغ كوني الفراغات الكونية عبارة عن مساحات فارغة شاسعة بين المجرات إنها تجعل عالمنا بأكمله يبدو وكأنه إسفنجة كبيرة دعونا نعود إلى البداية فقط جزء من الثانية بعد الانفجار الكبير مباشرة بعد بداية كل شيء كان الكون عبارة عن بلازما ساخنة ومضغوطة ولم يكن بها سوى اختلافات صغيرة جدا في الكثافة تسمى التقلبات الكمية بعد الانفجار الكبير بدأ الكون في التوسع ونمت معها تلك التقلبات الكمومية مما أدى إلى خلق مناطق ذات كثافة مختلفة للمادة ولهذا السبب لم يتوسع الكون في كل مكان بشكل موحد وبدلا من ذلك بدأت صفائح صغيرة من المادة تتجمع معا لتشكل على مدى فترة طويلة هياكل ضخمة المجرات يتم ترتيب المجرات في جدران ضخمة وخيوط مع وجود فجوات هائلة بينهما وهذه الفجوات هي الفراغات والمعروفة أيضا باسم الفضاء المظلم هذه الفراغات ليست فارغة حقا فهي تحتوي في الواقع على أكثر من 15% من كمية المادة الموجودة في المتوسط في جميع أنحاء الكون بأكمله ولا تزال تحتوي على الغاز والغبار والمادة المظلمة وحتى النجوم والمجرات ومع ذلك فهي أقل كثافة من المناطق التي تحتوي على المجرات أي حوالي عشر متوسط كثافة المادة ولهذا السبب نعتبرها فارغة تقريبا وعادة ما يتراوح قطرها بين حوالي 30 إلى 300 مليون سنة ضوئية وهذه مسافة هائلة حتى على نطاق الفضاء وعلى سبيل المقارنة فإن معظم الكواكب والسدم التي اكتشفناها حتى الآن تبعد عن مئات وآلاف السنين الضوئية في حالة الفراغات إذا كنت في منتصفها فستبدو كأنها ظلام أبدي ستكون أقرب النجوم بعيدة جدا بحيث تكون غير مرئية تقريبا بالنسبة لك بعضها كبير بشكل خاص تعرف باسم الفراغات الفائقة أكبر واحد معروف كان اسمه جاينت فويد إنه كبير جدا ومن المستحيل بالنسبة لنا حتى أن نتخيله فهو يبعد عن مسافة فاصلة 5 مليارات سنة ضوئية ويبلغ قطره ما بين 1 إلى 1 و 3 مليارات سنة ضوئية نعم إنه في الأساس فراغ مظلم عملاق لكن حتى هذا الفراغ العملاق ليس فارغا تماما يضم الفراغ العملاق 17 عنقودا مجريا منفصلا ضمن امتداده ومع ذلك قد لا يكون هذا أكبر فراغ في عالمنا يوجد شيء يسمى CMB Cold Spot إنه هذه المنطقة الكبيرة والباردة بشكل غير عادي من كوننا والتي رأيناها من خلال الموجات الدقيقة لقد برز بالفعل على خريطة كوننا بدرجات حرارته المنخفضة بشكل غير متوقع وقد أنضى العلماء سنوات عديدة في محاولة معرفة ما هي هذا الشيء في عام 2015 اقترح العلماء أن هذا المكان قد يكون فراغا عظيما وربما هو الأكبر على الإطلاق ولكونه أكثر إبداعا مع هذا فقد أطلقوا عليه اسم الفراغ العظيم إذا كان هذا صحيحا فسيكون هذا المكان عبارة عن فراغ يبلغ قطره حوالي واحد وثمانية من عشر مليار سنة ضوئية أي أكبر بحوالي ألف مرة من الفراغات النموذجية لا يعتقد الجميع أن ذلك ممكن لذلك يستمر العلماء في الجدال حول هذا الأمر لفترة من الوقت هناك نظرية أخرى مثيرة للاهتمام حول هذا المكان اقترح أحد الباحثين أن هذا المكان ربما كان أثرا من اصطدامنا بعالم موازن إنها فرضية جريئة جدا ولكن لسوء الحظ لا توجد طريقة لنا لتأكيدها أو نفيها باستخدام تقنياتنا الحالية على أي حال مع توسع الكون ستنمو هذه الفراغات وستتمدد الجدران التي تربط بين مجموعات المجرات وتنكسر في نهاية المطاف سوف تندمج الفراغات تاركة عن قيد المجرات المرتبطة بالجاذبية كجزر في الفراغ المتوسع بمعنى آخر عاجلا أم آجلا سوف يلتهم الفراغ الكبير كل شيء في عالمنا لذا فقد اتضح أننا قد نكون حدثا نادرا في الفراغ الفائق أحد الخمسة عشر بالمئة من المادة وهذا من شأنه أن يفسر سبب كوننا محاطين بعدد قليل نسبيا من المجرات وهذا الاكتشاف إذا كان صحيحا يتحدى النموذج القياسي لعلم الكون الذي أنشأناه بمساعدة ألبرت أينشتاين وهذا يعني أن الجاذبية بشكل عام تتصرف بشكل مختلف عما توقعناه وفقا للنموذج القياسي لا ينبغي أن يوجد مثل هذا الانخفاض الكبير في الكثافة ولهذا السبب سيتعين على العلماء استكشاف هذه الفكرة والنظر فيها بدقة قد يتحدى فهمنا الأساسية للقزياء أطلق العلماء على هذا اسم الثقب المحلي قد يحمل اكتشاف الثقب المحلي أدلة لتفسير مفارقة فرمي ربما في هذا الجزء المحدد من الكون حيث نتسكع تكون فرصة تطور الحياة الذكية في أي مكان قريب منخافضة جدا ربما جميع الكائنات الواعية تتسكع في مكان ما خارج فراغنا الفائق لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نفقد الأمل أو أن الحياة في أي مكان قريب مستحيلة في الواقع قد تكون الحياة في الكون أكثر شيوعا مما كنا نعتقد سابقا نحن نعلم أن الكواكب الداخلية مثل أطارد والزهرة غير صالحة للعيش بسبب الظروف القاسية ومع ذلك يبدو كوكب الزهرة مثيرا للاهتمام لأنه على الرغم من كونه كوكبا ساما للغاية فقد اعتقد العلماء أنه كان يشبه الأرض كثيرا في الماضي كان من الممكن أن يستضيف الحياة لسوء الحظ كان قريبا جدا من الشمس وتبخرت جميع الظروف اللطيفة مع مرور الوقت ولكن هناك احتمالية لبقاء الحياة المايكروبية في الصحب العالية الارتفاع ربما كان المريخ وهو عبارة عن صحراء باردة مكانا أكثر ودية في الماضي مع الأنهار والبحيرات وعلى الرغم من أنها تفتقر الآن إلى جو وقائي إلا أنه ربما كانت هناك حياة قديمة موجودة هناك وفي هذه الحالة ستترك حفريات محتملة وسيظل بإمكان المايكروبات الموجودة تحت الأرض البقاء على قيد الحياة لقد اكتشفنا بعض العلامات عليها ولكننا لا نزال نتناقش حول ما إذا كانت هذه الأشياء عضوية حقا أم لا الكواكب الغازية العملاقة مثل المشتري وزحل والعمالقة الجليدية ليست مثالية للحياة لكن أقمارها توفر الأمل أوروبا لديها محيط تحت سطحها الجليدي مما يجعلها نقطة ساخنة محتملة يطلق أنسيلادوس الماء إلى الفضاء حاملا معه جزيئات معقدة تشير إلى احتمالات مثيرة للاهتمام وتايتان فريد بشكل خاص وله أجسام سائلة على سطحه أنهار وبحيرات هيدرو كربونية على الرغم من أن درجات الحرارة المتجمدة فيه ليست مناسبة للحياة إلا أن العلماء يفكرون فيما إذا كان من الممكن أن يصطدف الحياة بنوع مختلف من الكيمياء ومع ذلك سوف يستغرق الأمر عقودا من الزمن للتحقق من كل هذه الأجرام السماوية ودراستها بشكل صحيح لم نرسل أي شيء حتى الآن منذ زمن Voyager 2 ولكن إذا كنا محظوظين فقد نتمكن من استكشاف نظامنا الشمسي خلال القرن الحادي والعشرين على أي حال هناك إمكانيات كبيرة للحياة حتى في نظامنا الشمسي وحده ولم نذكر حتى جميع الكواكب والمجرات التي وجدناها في مكان قريب تشير تقديراتنا إلى أن الكون المرئي الذي يمكننا رؤيته قد يصطدف حوالي خمسة وثلاثة من عشر تريليونات من العوالم الصالحة للسكن أحد المرشحين الأكثر ترجيحاً حتى الآن هو كابلر 186F إنه كوكب محتمل شبيه بالأرض فهو أكبر بنسبة عشر بالمئة فقط من الأرض يدور هذا الكوكب حول نجم قزم أحمر وهو نجم باهة قليلاً وأبرد ولكنه أطول عمراً من شمسنا وهو يبعد عننا حوالي أربعمائة وتسعين سنة ضوئية فقط وهو ما قد يبدو كثيراً لكن تذكر المسافات التي ناقشناها مع الفراغات الفائقة لذلك حتى لو كنا حقاً في فراغ عظيم فإننا لا نزال محظوظين بوجود العديد من المجرات والكواكب حولنا وإذا وجدنا يوماً ما طريقة للسفر عبر الكون فمن المحتمل أن لا يكون مغادرة الثقب المحلي مشكلة